موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح ملا قلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل المسيح قام بالحقيقة قام كل عام محضراتكم بألف خير والمسيح القائم بين الأموات قادر أن يملأكم بأفراح وتعزيات وبركات القيامة خلينا مع بعض على طول نشوف عنوان حلقتنا النهاردة قيامة المسيح اخترقت الزمان والمكان بالرغم من أننا بنتكلم عن قيامة المسيح من بين الأموات إلا أنه في سؤالين عن موت المسيح السؤال الأول عن المدة اللي كان فيها المسيح في القبر هل هي ثلاث أيام كاملين يعني 72 ساعة ولا لو حسبنا المدة حنلاقيها يومين أو يمكن أقل الموضوع ده طبعا إحنا تناولناه بتوسع في حلقة كنا بنرد فيها على الشيخ ديدات الحلقة رقمها 205 اللي حب فيكم يرجع يشوفها لكن النهاردة ممكن نرد على السؤال بطريقة مختصرة السؤال الثاني ليه المسيح مات ثلاثة أيام بالتحديد ليه مش يومين بس ليه مش أربع أيام أما عن القيامة نفسها فأول وأهم الأسئلة هو القيامة أفادت البشرية بإيه الأسئلة دي وغيرها حنسمع إجاباتها النهاردة بنعمة المسيح بنرحب بوحيد ونشوف موضوعنا النهاردة أهلا بك وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان ربي بارك حياتكم جميعا وكل سنة وإنتوا طيبين وبكل خير ونهاردة شم النسيم أكيد الناس ربما راجعت عبانا من الحدائق على كل الأيام بتجري بسرعة النهاردة شم النسيم 2017 ربي بارك حياتكم وبنغطينهم كل فرصة روحية زي كده أننا نجدد رجوعنا وثباتنا في المسيح يسوع له كل المجد كل سنة وإنتوا طيبين طيب خلينا نسأل السؤال الأول هو هل المسيح كان ثلاث أيام في القبر وإلا كان أقل من كده طبعا إحنا زي ما أنت ذكرت في المقدمة نوان الموضوع ده في الرد على صحيح يعني الثقافة ما زالت موجودة حتى بالمناسبة في الأعراف الإسلامية وفي الحسابات الإسلامية ممكن لمجرد أن يكون حساب المدة خمسة أيام يكون في بداية اليوم الأول لا يحسب خمسة أيام ولا يكون اليوم الخامس قد انتهى ولا حتى ممكن يكون اليوم الأول بدأ فالحسابات دي حسابات معروفة ولذلك حتى حينما قال الرب يسوع كما كان يونان في بطن الحود ثلاث أيام وثلاث ليالي فمن الذي كتبها هل هم مكتوبة 72 ساعة مكتوبة برضو ثلاث أيام إذن حتى بحساب اليهود هذه الثلاثة أيام في بطن الحود ليست هي 72 ساعة فإذن بنشوف كمان رؤساء الكهنة أنه طلبوا حراسة القبر إلى اليوم الثالث فإذن هم عرفين بحسابهم اليهودي أنه اليوم الثالث شكله إيه كمان تلميزي عموس لما قالوا للمسيح وهم ما كانوش يعرفوا المسيح بعد القيامة لأنه أمسكت عيونهم عن أن يعرفوه قالوا صراحة وهذا هو اليوم الثالث يعني كمان حسبوا أنه ثلاثة أيام من قضى فإذن بلغة الكتاب المقدس نعم هي ثلاثة أيام تحسب ليست 72 ساعة لكن يحسب جزء من اليوم الأول وجزء من اليوم الأخير نعم طيب القيامة خلينا أقول بتعبيري أنا يعني هي أهم حدث في منظومة الخلاص العهد القديم اتكلم عن نبوات كثيرة عن المسيح عن ميلاده عن كينونته عن صلبه هل العهد القديم يعني حدث زي القيامة ما تكلمش عن القيامة لا طبعا هناك نبوات كثيرة جدا عن القيامة وأنا محضر جزء بنامة الرب عن القيامة للنبوات وكيف تحققت في العهد الجديد يعني النبوة وتحقيقها فدي جزئية مهمة أريد أيضا أعلق على تعليقك أنه أهم حدث لأنه يكمل يكمل الأحداث يعني المسيح ولد موسحا صلبا ماتا ليقوم صحيح إذن كل الأحداث دي بتتوج بالقيامة وطبعا الصعود إلى السماء فالقيامة بلا شك حدث مهم جدا نعم في نبوات كثيرة وأنا سأخذها بسرعة لأنه صلب الموضوع ما هواش النبوات عن القيامة ولكن علشان الناس تعرف أنه للقيامة لها جزورها في العهد القديم مكتوبة نبوات لكن إزاي حتحصل كيف ستتحقق هذا الموضوع يتبلور في شخص المسيح وفي كلام المسيح وفي قيامة المسيح وفي الوحي في العهد الجديد فإحنا سنأخذ النبوات وتحقيقها إذن لها جزور في العهد القديم بلا شك لا كانوا يتكلمون عن القيامة إذن في البداية سأخذ العنوان ده يريد الأحبال يتابعونها نبوات القيامة النبوات يعني إذن في العهد القديم بداية أخذ من هوشع ستة من واحد إلى ثلاثة حينما يقول هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا يحيينا بعد يومين أو هنا حتى يرجع لسؤالك عن الحساب اليهودي يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه خروجه يقين كالفجر يعني زي ما الفجر ده أحنا متأكدين أنه بكرة طالع طالع ولاحظ الفجر ليس الغروب لأن المسيح قيامته هو فجر جديد للبشرية فإذن يحيينا بعد يومين ده تحديد كمان للقيامة حتكون امتى؟ في اليوم الثالث يقيمنا إذن القيامة في اليوم الثالث هذه نبوة واضحة جدا في هوشع وبالتالي مكتوبة وبالتالي في فهم ليها خاصة إذا وضعنا ذا إلى جانب حسقيال لما تكلم عن العظام واللي هي دخل فيها روح وقامت برضو هي إشارة إلى القيامة وبالتالي يشكل هذا الفكر اليهودي الديني نعم أن هناك قيامة كيف يتبلور في شخص المسيح أيضا من ضمن النبوات مزمور 2 سبعة واثناشر أن تبني أنا اليوم ولدتك قبلوا الإبن قبلوا الإبن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق أن تبني أنا اليوم ولدتك وهنا بالقيامة أعلن المسيح وبقوة أنه ابنا لله لأنه أباد الموت أعلن أعلن طبعا لأنه دي طبعا الصدى بتاعه واضح جدا في روميا واحد وإحنا أخذناه قبل كذا أنه بالقيامة يعلن المسيح رب وإله وسيده وخليني أقرأ لطالما إحنا جيبنا السيرة الكتاب المقدس موجود معنا نقراها بسرعة كذا من روميا واحد وبتكلم عن المسيح ابن الله والمسيح ابن داود فيقول الذي سبق نقرأ في أرميا واحد أرميا أعفونا روميا واحد اثنين الذي سبق فوعد به بانبياء في الكتب المقدس عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد اسمعه هنا وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يعني تعين هنا يعني أعلن يعني أظهر يعني أثبت أنه ابن الله بقوة 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 القيامة يبقى إذن هنا أنت ابني أنا اليوم ولدتك ليس اليوم ولدتك هنا بتكلم عن الكلمة من الآب لا بتكلم عن في عيون البشر في مفاهيم الناس أثبت وأعلن وأكد وببرهن أنه هو ابن كلمة الله هل دا إحنا بس اللي فهمنا ولا التلاميذ المسيح فهم دي عن القيامة أنا اليوم ولدتك طب تعالي بص كده في أعمال 13 إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أن تبني أنا اليوم ولدتك يبقى إذن فهمت الكنيسة أن قيامة إذ أقام يسوع كما هو مكتوب مكتوب إذن في المزمور أن تبني أنا اليوم ولدتك إذن الولادة هي قيامة هي قيامة المسيح في عيون الناس في عيون البشر أي إنه أقامه من الأموات غير عتيد أيضا أن يعود أيضا إلى فساد يبقى إذن هنا نحن بنشوف النبوة وتحقيقها النبوة أنت ابني أنا اليوم ولدتك فهمت الكنيسة إذن وحينما أقول الكنيسة أقصد تلاميذ المسيح الكنيسة الكنيسة الأولى نعم فهموها أنت ابني أنا اليوم ولدتك كما هو مكتوب في المزمور التاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك بالقيامة إذن قيامة المسيح لها جزرها النبوي في العهد القديم أنت ابني أنا اليوم ولدتك ولدتك في عيون الناس ولدتك في إيمانهم أنك أنت ابني بإيه ده حصل بالقيامة يعني عايزي قول أنه أنا أعلنت النهاردة بالقيامة دي النهاردة أنا أعلنت أنك أنت إلا أنه ابن الله بس ممكن يكون مش واضح قدام الناس فأعلن بالقيامة إذن بالقيامة أعلن أسبي تبور هنا ما عندكش حجة بقى لأن القيامة هي معجزات المسيح ناخد بعد آخر ونشوف تحقيقه بعد نبو عن القيامة وكيف فهمته الكنيسة المزمور 16 19 لذلك فرحة قلبي داود يتكلم بروح النبوة يتكلم بلسان المسيح وابتهجة روحي جسدي أيضا يسكن مطمئنا لأنك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدعى تقيك يرى فسادا من اللي بتكلم هنا اللي بتكلم هنا داود لكن بتكلم بلسان مين بروح مين بروح المسيح الروح القدس التلاميس فيهم إيه نرجع لأعمال الرسل اتنين بتكلم عن المسيح الذي أقامه الله ناقضا أو جعل موت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه مش ممكن يمسك من الموت لأن المسيح هو الحياة والموت الذي جازه جازه ببشريته ليرفعه عنه ودي نقطة حتكلم فيها بعد شوية ثم يأتي بقى عشان يزبط الكلام ده وهو بيبشر تلميذ المسيح وهو بيبشر يأتي بالنبوة وتتكلم مع يهود لأن داود يقول فيه حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرافس هذا فهنا واحد من اليهود يطلع يقول له لا لا استنى داود يتكلم أنت زي بتقول دا بلسان المسيح فيثبت له بقى يقول له خلي بالك أيها الرجال والإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآبا داود إنه ماتا ودفنا وقبره عندنا حتى هذا اليوم يعني داود مات وقبره موجوده عندنا فإزاين لم يرى فساد دا لسه سيتأكد من أن يأكد الحتة لا داود يتكلم بالوحي بلسان المسيح بروح المسيح وقبره عندنا حتى هذا اليوم فإز كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد سبق فرأى رؤيا يعني وحي وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك إكمال بعد كذا يبقى هنا إحنا بنتكلم في أعمال الرسل اثنين في أعمال الرسل طلط عشر نفس الموضوع يتفتح مرة ثانية ويستشهد بهذه النبوة لم تترك نفسه في الهاوية ولم تدع تقيك يرى فسادا بقى يشرحه بصورة أعمق فيبلور الصورة الكاملة يقول إيه ولذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقض وانضم إلى آبائه ورأى فسادا رأى فسادا يعني جسده رأى فساد يعني جسده تحلل فإزاي لن يرى جسدي فسادا يبقى مش المقصود داود يعني داود لما بيتكلم بيتكلم بروح المسيح الذي قاد الأنبياء في العهد القديم وهنا لما أقول روح المسيح الروح القدس الله الروح القدس هو الذي قاد الأنبياء عبر التاريخ ومن بينهم داود فداود يتكلم بلسان المسيح بروح المسيح لأن داود هو قدامكم قبره موجود ودفن ورأى فسادا ثم يختم هنا ويقول وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا ما عداش بدي ليه لأمرين حذكرهم وربما أكثر لكن أختصر في أمرين لماذا لم يرى جسد المسيح فسادا لأنه أولا حتى في موته اللهوت متحد به اتحاد تام وكامل ومطلق ثانيا لأن المسيح بلا خطية فطبيعة البشرية طبيعة كاملة الموت لن يسود على المسيح لأنه خاطي حاشا وإنما هو الذي اجتاز الموت وقبله في طبيعته البشرية وبالتالي ليس للموت سلطان على المسيح كان الموت له سلطان على البشر حتى هذا السلطان رفعه المسيح فإذا اجتاز الموت فقط ليكسر الموت وبالتالي المسيح بطهره ونقائه ليس له خطية في ذاته حاشا له ولكنه حامل خطيان حامل لعنتنا على عوض الصليب وسحقها بموته وبقيامته إذن أما الذي أقامه الله وهنا كلمة الله أي اللاهوت المتحد به لأن اللاهوت هو الله فالله أقام هذا الجسد اللاهوت أقام الناس فهنا بنشوف أقامه الله فلم يرى فساد نبقى النبوة وآدي التحقيق بتاعها وكيف فهمتها الكنيسة الأولى التلاميذ بعد آخر نبوي أيضا في دانيال دانيال 13 12 و 3 و 13 يقول كلام رائع جدا يقول وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبد الناس اللي بيألفوا وبيقولوا ما فيش عذاب أبدي حتى في العهد القديم في عذاب أبدي فما تألفوش موضوعات جديدة في حياة أبدي نعيم أبدي وهناك عقاب أبدي كتاب المقدس مليء بهذا الوحي الإلهي آيات هذا عددها يعني إذن هنا بيتكلم عن كثيرون من الراقدين يستيقظون في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي والفاهمون تعجبني جدا الآية يضيئون قضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور إلى أبد الدهور يكونوا مستنيرين كالكواكب يعني أين شهود يهوى من هذه الآيات الرائعة الأبد أنت عاوز تبني للناس ملكوت على الأرض فاشل هذا الإدعاء الإدعاء باطل الإنسان يرتقي لينظر إلى السماء أبديتنا في السماء كالكواكب في السماء مش على الأرض نعم إن كان لنا رجاء في هذه الأرض فنحن أشقى جميع الناس يعني بالقيامة صار لنا دخول إلى السماء ثم يكمل ويقول أمنت الوحي بيكلم دانيال دانيال أمنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام يعني في قيامه نعم يقول له أنت تلوقت ستستريح يعني ترقب الموت لكن ستقوم لقرعتك في نهاية الأيام هذا كلام دانيال النبي إذن في نبوآت عن القيامة لكن كيف ستحدث أبعادها ده يعلن الرب يسوع المسيح في طبيعته وفي كلامه ومن هنا أحبائي بنستنتج أنه الكثير من اليهود كان لديهم عقيدة عن قيامة الأجساد لأن حتى الصدوقيين حينما أتوا لي يعني يتحدوا المسيح وضعوا فكرة فكرهم أنه ما فيش قيامة لأن الصدوقين لا يؤمنوا بقيامة بينما الفرسيين والكتب والناموسيين دول كلهم بيؤمنوا أن هناك قيامة وذي كلها فئات وطوائف من اليهود فإذن هناك يهود كانوا يؤمنون بالقيامة ومن واقع النبوآت السابقة كما قدمنا ومن دانيال الآن يبقى إذن إحنا بنتكلم عن نبوآت وعن فهم عقدي موجود في العهد القديم عن القيامة يتبلور ويظهر ويكشف ويعلن في شخص المسيح طيب أنا لو يعني لو رحت لسؤال تاني اللي هو قيامة المسيح أفادتنا إحنا بأفادت البشرية بيه وبعدين هل هل القيامة ليها عمل عام وليها عمل خاص في حياتي أنا كمؤمن يعني القيامة دورها عند كل البشر بصورة عام وفي حياتي أنا كمؤمن كمسيحي هل لها دور خاص في حياتي أنا طيب أشكرك بداية الموضوع ده أنا هتناوله بنعمة رفي شريحة كبيرة جدا لأنه أنا أعتقد السؤال ده هو صلب موضوعنا النهاردة أنا ذكرت القيامة النبوات كمدخل نعم لكن أنا بداية عايز أتكلم عن القيامة والزمن وده هيدخل في صلب بسؤالك إيه اللي عملته القيامة مه وبعد كده هتكلم عن قيامة المسيح محور الحديث عن القيامة وهنا بشجع أحباء الخدام اللي بيتكلموا عن القيامة في كل مكان ركزوا أنه لو لا قيامة المسيح ما كان هنا قيامة لأي شخص على الإطلاق ده التعليم الكتابي من الوحي للهي تعليم رسولي من كلمة الله الحية أنه بدون قيامة المسيح لا يوجد حديث عن قيامة إطلاقا حتى وغير المسيحين بيتكلموا عن القيامة هم يتكلموا عن القيامة لكن ربما مش فهمين أن القيامة أساسها شخص المسيح له كل المجد وده لب موضوعنا النهاردة بإطلاق